بعد أن كان الفشل مصير مساعي النقابات المستقلة في تشكيل تكتل النقابي ها هو قانون تقاعد النسبي يكسر الحواجز التي نصبتها الحكومة في وجه مختلف النقابات المستقلة بعد أن تمكن الشركاء الاجتماعيون من لم شملهم وتوحيد كلمتهم من أجل إسماع صوتهم وصوت الطبق العمانية هذا الأمر الذي يشمل الجميع يستدعي تكتل النقابات المستقلة الممتلة للقطاعات المختلفة وهذه بادرة تسمح لنا بحماية المكتسبات والمكاسب العمال بصفة عامة وتانيا هو المطالبة بملفات شاملة لكل العمال الحديث عن تكتل النقابي يحمل صبغة شرعية في الجزائر كان ولا يزال وحسب النقابيين يصطدم ببيروقاتية السلطات بسبب التضييق والخناق على الحريات النقابية لأن المطالب تمس حقيقة المستقبل تأكل الأجيال حتى اللي راح يتوظف في السنوات اللاحقة إن لم نتحرك اليوم ونحن في خريف الأعمار وعلى مشارف تقعد إن لم نتحرك اليوم ونؤسس لهذه الحرية النقابية ولحرية الرأي وحرية المبادرة إلى متى ونحن صامتون ولذلك أردنا أن نوجه كل اهتمامنا على أننا لن نتنازل ولن نتراجع على هذه المكتسبات وهذه الحقوق من محاولة إنشاء كونفيدرالية النقابات المستقلة نهاية ديسمبر 2012 إلى محاولة الكناباس تتوسع لأطوال تربية الأخرى بعد الثانوي في 2013 التكتل النقابي اليوم يرسم واقع الحرية النقابية في الجزائر